مشاهدين يتابع العالم متطورات فيروس كورونا لحظة بلحظة وبينما تتزايد الحالات في دول العالم تتراجع في الصين فما الذي يحدث؟ فيروس كورونا مشاهدين ظهر في الصين أول مرة وفي فترة قليلة ارتفعت أعداد الوفيات والإصابات وكانت الأعلى في العالم يومياً الصين كانت تعلن عن نحو ألفي إصابة ومئة وفات واليوم نجد الصين تبلغ عن إصابات بالعشرات والوفيات لا تتجاوز العشرين جميعها في مقاطعة هوباي بينما ترتفع معدلات العدوى في بلدان أخرى وبسرعة لافتة فما سبب هذا التراجع في الصين؟ استراتيجية الصين مشاهدين في مواجهة كورونا هي حديث تقارير دولية وإعلامية كثيرة هذه الأيام سيما وأنها تعرضت لانتقادات أيضاً في الأسابيع الأولى من ظهور الفيروس لتأخرها في التصديل لنتعرف أكثر على الخطة التي اتبعتها الصين في مواجهة كورونا وهي خطة أطلق عليها اسم القوة الصارمة الصين تقول إن هذا الانخفاض في الإصابات يعود إلى تدابير الاحتواء التي اتخذتها وتشمل تدابير الحجر الصحي الصارمة تحديداً على حوالي 60 مليون شخص في إقليم هوباي الذي تم عزله ووضع سكانه تحت قيود مشددة بالإضافة إلى فرض قيود صاربة على السفر ومنع التجمعات وتعليق الدراسة والتوجه إلى العمل من المنزل لكن في المقابل المشاهدين نجد أن هذه الإجراءات أثارت غضب بعض الصينيين لكونها حملة باهظة التكلفة على أسلوب حياتهم وعلى حرياتهم الشخصية مئات الملايين من الصينيين تم وضعهم في شكل من أشكال العزلة غير أن المرضى الصينيين الذين يعانون من أمراض خطيرة يعانون أيضاً للحصول على الرعاية في الظروف الحالية مع كورونا وكما ترتب على خطة القوى الصارمة الصينية من إيجابيات انعكست على انتشار كورونا في الصين هناك سلبيات لها أيضاً حيث رصد خبراء أن الإجراءات تسببت في شلل الاقتصاد الصيني والحديد من الشركات الصغيرة باتت تؤكد أنها على شفير الإفلاس ترجمة نانسي قنقر